لم يكن هناك عمل قمت به منذ عودتي نهائياً إلى الوطن لأعمل في جامعة بيرزيت عام 1980 حتى الآن لم يتقاطع مع عمل دكتور محمد اشتايا بدايةً كعملي كأكاديمي وكان دكتور محمد على وشك التخرج ببكالوريس اقتصاد وعدارة أعمال وكان نشيطاً طلابياً ثم كإداري ونائب رئيس الجامعة وكان هو نشيط نقابياً تعرفوا شو بعاني يعني ثم التخينا في جامعة ساسكس حيث كنت أقضي إجازة بحتية وكان هو حصل على التو على شهادة الدكتوراه ثم في الوفد المفاوض في مدريد ثم في الأعمال التحضرية للمرحلة الانتقالية بعد أوسلو بنا فيها تأسيس بكدر وماس كمؤسستين أنشئتاً من تونس بقرارات من هيئة المحافظين في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار الذي أوكلت له مهمة تسهيل قيام الهيئات الفلسطينية العامة وبعد ذلك في كل مهمة قمت بها وفيما لا يحصى من المناسبات التي لا مجال لذكرها وأن كنت أتذكر كثيراً وبحنين تلك التي كنا فيها في حضرة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أبو عمر باختصار تكونت بيننا علاقة تاريخية وصداقة متينة وعميقة ساعدتني في اجتذابه اليوم لتكلم بهذا الاحتفالي رغم انشغاله ولكنني متأكد أن قدومه اليوم وأيضاً وربماً في الأساس تعبيراً عن دعمه للمعهد وحرصه على استمراريته دولة فئيس الوزراء دكتور محمد الشيئ بسم الله الرحمن الرحيم فعلاً أنت اللي جبتني وشاكر ومقدر لأخي دكتور محمد نصر رئيس مجلس الأمناء وشاكر ومقدر لحضور أخي دكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار وشاكر ومقدر للمشاركة على المنصة الأخت الدكتورة علا عوض رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني وأيضاً أخي دكتور نبيل عندي إشي أضيفه للي زدته وشو كنت بعتلي بالليل بس مش هحكي عنه الأخوات الحاضرات الإخوة الحضور كلكم زملاء لي سابقاً وحالياً ومستقبلاً يمكن ولا وجي غريب علي في هذه القاعة وهذا يثلج الصدر أنه هذه النخب والكوكب من الحاضرين في صناعة الرأي العام وفي المشهد الاقتصادي ككل نحن زملاء وأنا سعيد جداً أن أكون هنا بينكم في البداية عميق التهنئة لمعهد ماس على خمسة وعشرين سنة على التأسيس هذا المعهد الذي وبدون أدنى شك لعب دور كبير في التحضير الأوراق والندوات وكل ما له علاقة بالمشهد الاقتصادي والاجتماعي ليرسم لنا خريطة طريق نحو المستقبل ومعالجات بعض القضايا التي عبرنا بها عندما تم تأسيس المعهد كنا نؤسس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمي والإعمار بكدر كما ذكر أخي الدكتور نبيل وليس سراً أن كوريا قامت ببناء هذا المبنى والسر في ذلك هو أننا أردنا لمعهد باس أن يكون على النموذج الكوريان ديفولوبمنت انستيتيوت في النقاشات الأولى وإخواني الحاضرين مدراء اللي كانوا زملائنا في البكدر كنا نناقش كيف يمكن لنا أن نخلق مؤسسة في الشأن الاقتصادي تعزز عملية التنمية والإعمار بفلسطين وبالتالي ولدت فكرة ماس من هذا وكان النموذج اللي بين أو صوب أعيننا هو النموذج الكوريان ديفولوبمنت انستيتيوت وفي البداية أيضا مولت بكدر المصاريف التأسيسية للمعهد بواحد وست في العشر مليون دولار للمصاريف التأسيسية والمصاريف التشغيلية وبالتالي كانت حالة النهوض في برنامج التنمية والإعمار أيضا ليس من الناحية المادية ولكن أيضا التنمية والإعمار ببعدها الذهني وبعدها الفكري وبعدها التحضيري لكل هذه القضايا وأيضا بدأنا الحوار حول كيف يكون البحث هل هي أجندة الباحث أم هل هي أجندة المؤسسة أم هل هي أجندة السلطة هذا كان حوار رئيسي مع جميع المدراء الذين عبروا على هذه المؤسسة وقلنا أن الأبحاث بشكل أو بآخر يجب أن تكون من أجل البحث نعم ولكن أيضا من أجل تطبيق الأفكار وتحويل هذه السياسات وفعلا أخي دكتور نبيل هذا ما تم في عهدك في هذه المؤسسة وبالتالي أصبحت ماس مؤسسة لتوليد الأفكار وتغذية السياسات الحكومية وأيضا أصبحت حلقة وسيطة بين الحكومة وصناع الرأي وأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ضمن سياستها أن تكون صوت مستقل في حوار السياسات وتحويل المشاكل إلى سياسات والمساهمة أيضا في التشبيك وغير ذلك قبل أيام أقرت الحكومة الفلسطينية إنشاء صندوق للدراسات وهذا الصندوق الدراسات ليس مرتبط بدراسات ماس صندوق الدراسات هو عبارة عن تحضير مشاريع استثمارية مدروسة بذات جدوى اقتصادي لعرضها على المانحين الرئيس أبو مازن في زيارته إلى السعودية وخلال الأيام القادمة عندنا وفد من قطر ومن ثم زياراتنا إلى الدول العربية الكل يسأل عن مشاريع جاهزة للتمويل وبصراحة إحنا نفتقر إلى مشاريع استثمارية جاهزة للتمويل وبالتالي مع شركائنا في القطاع الخاص سوف نكون بالتحضير في هذا ومعهد ماس مدعو إلى المساهمة في هذه الدراسات أيضا الإشي الآخر اللي بحب أذكره إنه عند تسلمنا للحكومة أنشأنا الفريق الاقتصادي وقلنا أنه لا يعقل أن يكون ثلاث وزراء فقط يديروا الشأن الاقتصادي بالبلد أين صندوق الاستثمار من الشأن الاقتصادي أين سلطة النقد من الشأن الاقتصادي أين القطاع الخاص من الشأن الاقتصادي وأين معهد ماس من الشأن الاقتصادي وكذلك الإحصاء الفلسطيني وبناء عليه شكلنا الفريق الاقتصادي يمكن على نموذج ذا شيكاغو بويز اللي راحوا وتعلموا الاقتصاد تحت خبرة الحائز على جائزة نوبل اللي لاحقا نهضوا بتشيلي بغض النظر عن اتفاقنا مع شيكاغو بويز من منظور الايدولوجي يا رجل خالدي أولا لكن أيضا شكلنا هذا الفريق الاقتصادي ويلتقي هذا الفريق الاقتصادي شهريا بأجندة منتضمة وبعض القرارات التي أخذتها الحكومة هي نتاج مخرجات هذه العملية اللي احنا شغالين فيها بشكل أو بآخر على أي حال واحنا نحتفل بتأسيس المعهد وعبورنا 25 سنة على التأسيس أمامنا مجموعة محطات لابد من التوقف أمامها ونحن نرسم سياسة اقتصادية في ضل ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أنسرتن احنا نعيش في ظرف لا يمكن التنبؤ به مستقبلا ولذلك خطط التنمية والدراسات كلها بالمجمع العام دائما تصطدم بواقع ألا وهو الواقع اللي بنعيشه الشعب الفلسطيني المحطة الأولى التي يجب التوقف عندها وهي تشكيل الحكومة في إسرائيل ليش؟ نعم احنا ندرك تماما الإدراك أنه لا يوجد فرق بين بيبي وبيني معروف ولا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية لا الحالية ولا اللاحقة برنامج سياسي لإنهاء الاحتلال ولكن بجميع الأحوال ما يجري عند الطرف الآخر يؤثر علينا بشكل مباشر ونحن نراكب هذا الأمر عن كثر المحطة الثانية أمامنا وهي إعلان الولايات المتحدة أنها سوف تكون بالإعلان عن صفقة القرن احنا أخواتي إخواني رأينا الشق الاقتصادي من صفقة القرن والشق الاقتصادي الذي يعلن عنه في المنامة في البحرين عبارة عن كط أن بيس مشاريع تلزيق هنا وهناك وكل المشهد في المنامة ولد ميتا ولكن خطورة ما جرى في البحرين وأنا سعيد أنه سفيرة النرويج حاضرة أمامنا لأنه كان أيضاً من حلقات التعاطي مع مؤتمر المنامة هو ضرب المركب الرئيسي الذي أنشئ عليه مشروع الداعمين المانحين لفلسطين المسمى اللجنة المؤقتة لمساعدات الشعب الفلسطيني اللي اسمها الاهاتشالسي وأرادت الولايات المتحدة أن تستبدل الاهاتشالسي برئاسة النرويج بسكرتاريا جديدة برئاسة أمريكا والبحرين وكان هناك رد واضح من جميع العالم على أن هذا المشروع الأمريكي لن يمر لماذا؟ المساعدات الدولية عبر الاهاتشالسي لها إطار سياسي بتشتغل على تعزيز المؤسسة من أجل البناء الدولي وبالتالي المساعدات الدولية لها إطار سياسي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولي مشروع البحرين أراد أن يكون مشروع اقتصادي فقط لا غير بدون أي إطار سياسي ولذلك إحنا رفضنا ذلك رفضا قاطعا والمجتمع الدولي كان عنده رد أن جميع الحاضرين على اجتماع الأمم المتحدة في الجمعية العمومية بمستوى وزاري قد شاركوا باجتماع الاهاتشالسي في نيويورك في 26 تسعة من الشهر الماضي هذا كان رد مهم من العالم على محاولة الولايات المتحدة حرف البوصلة من نحو الدولة إلى نحو تحسين الظروف المعيشية للسكان الأمر الذي أراده جورج شولز في عام 83 وغير ذلك الشيء الآخر الشق السياسي إحنا أخواتي إخواني حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هو الشق السياسي لصفقة القرن لا نعلم ولكن نعلم عن كل ما هو ليس في صفقة القرن بنعرف الشو فيها بس بنعرف عن كل شي مش فيها مش فيها القدس الرئيس ترامب قال القدس خارج الطاولة مش فيها اللاجئين ولذلك شنوا حرب مالية على تصفية الوكالة الغوث من الناحية المالية من أجل ضرب حق العودة للاجئين ومن أجل أن يبقى أن لا يبقى موضوع اللاجئين على طاولة المفاوضات وكذلك الحال الأمر المتعلق بحدود 67 وحل الدولتين وإزالة المستوطنات كل هذه القضايا اللي هي تشكل قضايا الحل النهائي اللي كان من المفترض في هذا الحل النهائي أن يبدأ في أربعة خمسة تسعة وتسعين بانتهاء المرحلة الانتقالية أصبح الولايات المتحدة تريد أن تزيل كل هذه القضايا لكي يصبح ما هو مؤقت دائم اليوم الحالي بالولايات المتحدة المشهد السياسي اللي بيحكوا عنه أن يصبح المؤقت دائم هذا هو الحل اللي يتم الحديث عنه ولكن إذا شلنا القدس واللاجئين وشلنا المستوطنات وحدود 67 ماذا يبقى من المشهد السياسي شيء واحد وهو قطاع غزة ولذلك اليوم في قطاع غزة يتصارع في غزة وعلى غزة عشرة لاعبين رئيسيين كل منهم له حسابات إيران قطر تركيا حركة الإخوان المسلمين حماس إسرائيل نحن مصر الولايات المتحدة وكبروس ليش كبروس؟ لأنه الممر المائي الذي تم الاتفاق مع ليبرمن على إنشاؤه بين كبروس وقطاع غزة أرادوا أن يكون هذا الممر المائي عبارة عن كوميرشال هب في كبروس من أجل توصيل البضاء إلى قطاع غزة إضافة إلى أن حدود فلسطين البحرية فيما يتعلق بالغاز تصل إلى حدود كبروس ولذلك القبارصة أصبحوا لاعب رئيسي في المشهد المتعلق بقطاع غزة هؤلاء العشرة مجموعتين منهم من يريد استمرار الأمر الواقع وبشكل أساسي إسرائيل لتبك الشعب الفلسطيني مشرذما مقسما ومنهم من يريد أن يكسر الأمر الواقع ونحن نقود هذا المشهد من أجل المصالحة ومن أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء عليه أخي العزيز دكتور الرئيس أبو مازن ونحن معه كلنا ما يلي إذا كان منظرنا للمصالحة غير مقبول لحركة حماس وهو المبني على شرعية واحدة قانون واحد دول واحد وطن واحد واحد إلى آخره وإذا كان منظور حماس للمصالحة غير مقبول لنا وهو المبني على التقاسم الوظيفي اللي بيحكوا عنه فلنحتكم إلى الشعب الفلسطيني ولذلك أطلق الرئيس مبادرة تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وسوف يصدر الرئيس مرسوماً واحداً يحدد فيه هذه الانتخابات ونحن جاهزين لهذه الانتخابات ونريد لهذه الانتخابات أن تتم لأننا نريد للمشهد الديموقراطي عند الشعب الفلسطيني أن يستعيد عافيته وهذا الاشعاع الديموقراطي أن يستعيد عافيته أيضاً ونريد للشرعية الفلسطينية أن تتجدد ونريد إعادة المؤسسة بما يضمن أن يكون هناك الحساب والثواب وغير ذلك على ضوء هذا الكلام إحنا رايحين إلى انتخابات جدية وحقيقية شيء الآخر اللي بحب أذكره أمامكم وهو في ضل غياب الأفق السياسي وإن سداده وإذا كان ورشة البحرين قد ولدت ميتة فإن المشروع الأمريكي السياسي أيضاً سوف يولد ميتاً والسبب أن الولايات المتحدة لم تجد شريكاً واحداً لا في أوروبا ولا عند العرب ولا عند الفلسطينيين وبحب أكلكم أن لا تقعوا ضحية الدعاية الإسرائيلية أن العرب جايين منبطحين عند إسرائيل غير صحيح هناك ترويج لمثل هذه القضايا الموقف السعودي فوق جيد والموقف العربي جيد وكل العرب قالوا للرئيس أبو مازن لن نقبل إلا ما تقبلوا وسنرفض ما ترفضوا ولذلك العرب سواء كان في كمة الرياض أو في اللقاءات الثنائية هذا هو الموقف العربي فيما يتعلق بالمشهد السياسي بشكل عام على ضوء هذا الكلام إذا كان هناك انسداد للأفق السياسي طيب شو بنا نسوي؟ الوظيف الرئيسي لنا هذه الحكومة ليست دفع رواتب وتكنيس شوارع هذه الحكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني ولذلك في ظل الانسداد الأفق السياسي أردنا أن نبدأ بالانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال وفي هذا الشأن هناك مجموعة من الدراسات اللي انعملت وبناء عليه بدأنا هذا الانفكاك والانفكاك له أربع مفاصل المفصل الأول تعزيز المنتوج الوطني والمفصل الثاني الاستيراد المباشر من العالم وبحب أذكر أن الاستيراد من العالم ارتفع بنسبة 16% والشيء الثالث وهو العمق العربي وذهبنا إلى الأردن والعراق ومصر والشهر القادم نحن في السعودية وكذلك الشهر القادم نحن في قطر وألمانيا والسويد وغير ذلك ولذلك نريد أن تكون العلاقاتنا مع العالم ليس فقط مبنية على الأفق السياسي والمشهد السياسي ولكن أيضا نريد أن يكون هناك على المستوى الوزاري والاقتصادي وغيره بحيث أنه نذهب إلى فعلا استراتيجية انفكاك والشيء الآخر والرابع ما بين المنتوج الوطني وعمقنا العربي والاستيراد المباشر الرابع وهو المتعلق بمقاطعة البضايا الإسرائيلي نحن أخوان مش خجلانين من هذا الموضوع ولا بنحكي تحت الطاولات المقاطعة الشيء في عمقنا الاستراتيجي وبعض الإخوان اعتبروا أنه موضوع مقاطعة العجول وكذا خلينا أحكي لكم تكلفة استيراد العجول من إسرائيل 200 مليون دولار بالسنة ولا يعقل أن هذا المجتمع الفلاحي بيستورد من إسرائيل هذه القضايا وقامت الدنيا وما قعدت وضغوطه وإشاعاته وإنه أبصرمين وكذا كل الكلام نحن رايحين في هذا المجال ونحن سنذهب في خطوات جديدة أخرى في هذا الموضوع لأنه لا يمكن لهذا الاحتلال أن يبقى احتلالا مربحا بالأرض والماء والتجارة والاقتصاد والبنى التحتية وغيره هذا الاحتلال يجب أن يدفع ثمن بكل المقاييس والانفكاك هو أن يدفع هذا الاحتلال ثمن أيضا الشيء الآخر الذي أحب أن أذكره أمامكم فيما يتعلق بكيف نعزز منتوجنا الوطني وهون سؤال مهم لو راجعنا عملية التنمية منذ عام 1994 في الأراضي الفلسطينية إلى اليوم وإنتوا كلكم بتروحوا بتشوفوا روحوا على الخليل بيقول لك والله ما أخذناش ولا إش روح على نابس بيقول لك والله ما أخذنا ولا إش نفس الإش طول كرم نفس الإش قلقيلي نفس الإش غزي نفس الإش القدس نفس الإش نفس الإش المانحون ساعدوا فلسطين بما مجموع 37 مليار دولار من عام 1994 20 مليار صرفت رواتب 7 مليار صرفت أنجيوز ومجتمع مدني وغير ذلك 10 مليار دولار صرفت في البنى التحتية 25 ألف غرف صفية 1851 كم طرق ومدارس ومستشفيات وغير ذلك وما بدي أعدلكم ولكن اطلّوا على البلد قبل الـ 94 واتطلّوا على البلد اليوم فيه إش عمل لكن ومش بس السلطة اللي عملت وصندوق الاستثمار عمل والمجتمع المدني والمؤسسات المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص كل البلد اشتغلت بوتيرة واحدة ولكن لم نستطع في السنوات الماضية أن نخلق ما يمكن أن نسميه Even Development ما نخلقش Even Development إن خلق An Even Development ولذلك يجينا كلنا طيب كيف نصلح هذا الموضوع كلنا أن نتبنى استراتيجية التنمية بالعناقيد والتنمية بالعناقيد تابعة بورتر بناها على أن الشركات المكملة لبعضها البعض تنعمل كلاسترز عناقيد في مكان ما إحنا طورنا هذه النظرية وكلنا مش بنحكي عن الشركات إحنا بنحكي عن التنمية بالعناقيد أننا نراكم على الميزة المقارنة لكل جغرافيا من الجغرافية الفلسطيني طيب شو الميزة المقارنة اللي قلقيلي عندها مي عندها زراعة عندها خبرة عندها كل هذا الكلام وكذلك الحاجينين وكذلك طوباص والأغوار وسلفيد وبناء عليه كلنا هذا عنقود زراعي وعنقود صناعي في نبس والخليل وعنقود إدارة عامة ومالية في رام الله وعنقود العاصمة في القدس وعنقود البحر في قطاع غزة وعنقود صناعي وزراعي هذا الكلام شو معناته معناته أننا نطور البنية التحتية بشكل أفقي العناقيد هو تطوير أفقي كل ما هو أفقي المياه أفقي شبكة الكهرباء أفقي شبكة المواصلات أفقي شبكة الاتصالات أفقي المدارس بالنسبة لنا أفقي لأنه كل قرية لازم يكون فيها ولذلك يتشابك الأفقي في العنقود الزراعي مع كل ما هو في العنقود الصناعي وبيتلحم عنقود سياحي وغير ذلك ومن ثم نذهب من أفقي إلى عمودي بمعنى الميزة التنافسية والمقارنة لقلقيلي الزراعة نراكم على أن تصبح قلقيلي وطول كرم وجنين عنقود زراعي ونطور بشكل عمودي ويصبح العمودي في الزراعة مكمل للعمودي في الصناعة مكمل للسياحة وهكذا هذا هو التنمي بالعناقيد اللي احنا جينا فيها كحكومة وبنشتغل على أساسها وبالتالي الآن وأنا سعيد جدا أنه لما رحنا على قلقيلي وأطلقنا عنقود الزراعي في قلقيلي بتكلفة 23 مليون دولار صندوق الاستثمار أجا قال أنا إلي دور في هذا الموضوع أسس صندوق الاستثمار الشركي للتسويق الزراعي وأخي محافظ سلطة النقد قال البنوك لها دور والآن يدرسوا إلى قروض تفضيلية مبنية على استراتيجية العناقيد يعني اللي بدو يقرض مصاري في العنقود الزراعي بدو تكون تكلفة القرض عليه أقل من ما هو الحال عليه خارج الاستراتيجية الوطنية العامة لذلك إحنا لما بنتحدث على تكاملية المشهد ومن وين جبنا الداتا من الإحصاء والخرائط الجي اي اس وكله وبالتالي بنشتغل عمليا ودعينا مؤسسات المجتمع المدني والانجي اوز أن تبدأ تشتغل في هذا الموضوع وأخي أبو زهير وزير الاقتصاد أيضا قال للمستثمرين اللي بدو يوخذ إعفاءات ضريبية حسب قانون الاستثمار بدو يشتغل حسب استراتيجية العناقيد اللي تبنتها الحكومي وهون إحنا بنكون قعدنا صياغة المشهد وزوجنا القطاعات إلى الجغرافية بحيث كل جغرافية تكون مختصة في شيء ما وبنكون خلقنا نيو دايناميك في العملية التنموية بشكل أوبئات ليش الأخير اللي بدأت حكي عنه وهو الأمر المتعلق بمجموعة من القضايا اللي إحنا هنقوم فيها أيضا إخواني أخوات الحاضرات سوف نطلق بعد يومين عطاء للدفع الإلكتروني سوف تكون جميع المدفوعات للحكومة إلكترونيا وسيكون بهذا الموضوع شركات من القطاع الخاص تتنافس على هذا العطاء وهذا موضوع الدفع الإلكتروني وإحنا في حوار أيضا مع إخواني في سلطة النقد مشان أيضا في مرحلة لاحقة البنوك التي تعاني من ما يسمى الإكسس كاش إنه عندنا 2 مليار شكل كاش ماني محطوطة بالخزائن لا يعقل أن يستمر هذا الموضوع في أن إسرائيل لا تأخذ أموالها وبناء عليه الخطوة اللاحقة اللي إحنا وسلطة النقد ندرسها أن نذهب إلى العمل المشفرة ندرس لازم نكون عارفين وين رايحين تزبط بتزبطش موضوع آخر ولكن يجب أن يكون إنه إحنا بنكلكم كناس مسؤولين وين البلد بدها تروح عشان تحضروا حالكم عشان تعرفوا وين رايحين سياسيا واقتصاديا وغير ذلك والشي الآخر اللي بحب أذكره أيضا أمامكم أننا كلنا أن أراضي الدولي مفتوحة للاستثمار وأراضي الأوقاف الإسلامية مفتوحة للاستثمار كان في الماضي يجي شخص واحد يأخذ ألف دنم قلنا له ممنوع عشرة دنم للشخص عشان نوسع المشاركة وإحنا لما بنحكي عن انفكاك اقتصادي من إسرائيل معنات هذا الكلام أننا نريد أن نوسع القاعد الإنتاجي لإقتصادنا الوطني ولذلك الكلام التفضل فيه أخي الدكتور محمد يصب بشكل مباشر في عصب الاستراتيجي اللي احنا شغالين عليها هذا هو المجال وهذا هو المسار اللي احنا رايحين عليه ومشان أقول لكم احنا خلال الفترة القادمة ستة الاف وستمائة دنم في أريحة على راس الجبل وين التلفريك أراضي ألف سيكون هناك ستة الاف وستمائة نمرة مقسمة تعطى للاستثمار وأخي سمير مطل على هذا المشهد وشاكرا لك على التعاون في هذا الموضوع ليش الأخير مشان أقول لكم طيب عدد من إخواني الحاضرين هون يمثلوا القطاع البنكي معظم القروض في البنوك قروض تجارية هذا الكلام بيخدم التنمي ولكن بيخدمهاش على المدى البعيد ووجدنا في الحكومة مجموعة من الصناديق المبعثرة صندوق التشغيل صندوق الكذا صندوق الكذا فيه مئة وسبعة وعشرين مليون دولار وبناء عليه كلنا نجمع هذه الصناديق مع بعض يا أخي أبو حامد ونؤسس لبنك التنمي الفلسطيني الذي تملكه وتديره الحكومة وهناك عدة سيناريوهات نديره مع البنوك التجارية نديره لوحدنا نحن ندرس في هذا الموضوع المهم أن الأموال متوفرة والقطاع الخاص بعض البنوك أبدو الرغبة أن يكونوا شركاء في هذا المشهد وبناء عليه الفكرة الأساسية كلنا أن يكون جهدنا مكمل بعضه لبعض الإشي الآخر أيضا جينا على وضع ما يلي علا عوض وقفت عند الرئيس في المقاطعة وعملت بريزنتيشن على مجموعة من الإحصائيات والصدمة الكبرى كانت لنا جميعا إنها قالت أن العاطلين عن العمل في الفئة العمري بين تسعتاش وتسعة وعشرين أربعة وخمسين في المئة من الناس كارثة ولكن هذه نصف الحقيقة إنه اليوم إذا بتروح على قلقيلة وجينينة وطول كرم بتلاقيش عامل زراعي واحد ونسبة البطالة انخفضت في الضفة الغربية من واحد وعشرين لثمنتاش بالمئة بغز ما انخفضتش لكن المشكلة تكمن في خريجي الجامعات ولذلك إحنا كلنا في هذه القاعة كلنا دايما بنقول أن مخرجات العملية التعليمية لا تتناغم مع سوق العمل طيب شو بدنا نسوي يا إما بدنا نأثر في الديماند سايد أوف دي ليبر ماركت أو بدنا نأثر في السبلاي سايد أوف دي ليبر ماركت فكلنا خلينا نأثر في السبلاي سايد بمعنى أنه رحنا إلى برنامج للتدريب المهني بالمدرسة وبالمركز وبالمعحد وبالجامعات وبإنشاء الجامعة المتخصصة للعلوم التطبيقية والتدريب المهني وبالتالي إحنا ذهبين إلى تأسيس هذه الجامعة بالتعاون مع جامعة في تكساس وبعض الجامعات العربية الأخرى أخيرا إحنا أخوان في ثلاث قصص فرفطت روحنا منها المصالحة والمفاوضات والمناطق الصناعية وإجينا المناطق الصناعية في جنين المناطق الصناعية في ترقوم يا كذا إلى آخره طيب شو بدنا نسوي بهذه المناطق الصناعية التي لا تعمل بناء على ذلك جبنا المطور وكلنا له معك لآخر السنة يا بتشتغل يا بتخلص يا بتروح مشكور أخي أبو زهير إحنا قبل أسبوع وقعنا اتفاق مع الألمان بعشرين مليون دولار لبدء العمل في المنطقة الصناعية في جنين التي ستخلق عشرين ألف وظيفة وهذا الأمر بالنسبة لنا إضافة إلى المناطق الصناعية اللي ناجحة في أريحة والمناطق الصناعية اللي قيدة تطوير اللي إحنا نعمل جهد نشتغل عليها إحنا أخوان نعرف أنه بنعيش في ظروف صعبة والتخطيط في بلد زي بلد تحت الاحتلال مش سهل والحوار اللي كان دائما في هذه القاعة أيضا أنه هل هناك إمكانية للتنمية تحت الاحتلال كمان سؤال نقدرش نجاوب عليه ولكن قدرنا ننجز بعض الأشياء ولم ننجز أشياء أخرى برأيي أخي دكتور نبيل وأنت تغادر هذا المشهد إلى مهمة جديدة وهي رئيس مجلس إدارة هيئة سوت راس المال وأنا بهنيك على هذا المشهد الجديد أيضا اللي حتكون مسؤول عنه إحنا نريد أن تعمل ماس أو أن يعمل مذكر أن يعمل معحد ماس على مجموعة من القضايا التي تهمنا كحكومة أخي دكتور محمد وهي دراسات حول الانفكاك الاقتصادي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال حول هذا وتفاصيل هذا كيف لأنه بعض الناس أجوا قالوا لنا طيب يعني لازم نسوي واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة تخيلوا أنه في موضوع العجول هناك ضغوط هائلة جدا أنه اللحامين بدهم يطلعوا مظاهرة لنستورد من إسرائيل طيب إيش بدكم بنفعش هيك إحنا وأنا هون بحكي في هذه القاعة مسؤولي لازم نكون عارفين حالنا أنه كل شيء له ثمن بدنا نروح هيك له ثمن بدنا ننضل هيك له ثمن لذلك إحنا نريد نطعم خبز لأولادنا ولكن أيضا بدنا وطن وبدنا هذا الاحتلال ينتهي وبدنا نخلص من هذا الأمر ولذلك أخي رجا الأمر المتعلق بالانفكاك من الاحتلال متمل أنه يكون هناك خط بحثي في هذا الموضوع الخط البحث الثاني المتعلق بالتنمية بالعناقيد إحنا بدنا نشوف هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه كيف نخرجه بتفاصيله إحنا بنحكي الآن عنه بالإطار العام وعملنا خطة بالعنقود الزراعي ولكن في بعض العناقيد سيكون مشهدها أكثر تعقيدا من العناقيد الأخرى الشيء الآخر اللي بتمنى أنه معحد ماس يتبنى وهو الأمر المتعلق بتمويل التنمية هذا الموضوع باختصار شديد يحتاج إلى مراجعة جدية وحقيقية لأنه قديش كان مساهمة البنوك في التنمية قديش كان القطاع الخاص قديش مهم أن نبحث عن أدوات جديدة لتمويل التنمية في فلسطين ومشاركة شعبية ومشاركة أوسع من ما هو عليه الحال في هذا الأمر الشيء الآخر اللي بتمنى أنه يصير وهو الأثر الذي تركوا الجهد التنموي في فلسطين نحن طب صارنا من الأربعة وتسعين بنشتغل هل فعلا في ريال إمباكت اعملنا جهد ولا ما عملناش لا اعملنا ولكن محتاجين إلى مراجعة بالسياسات التنموية بالأداء وغيره وكله بناءا عليه وبما طلبوا الأخ دكتور نبيل سابقا واليوم الأخ دكتور محمد نصر الحكومة سوف تقدم مساهم مالي سنوي لمعهد ماس لكي يبقى هذا بقعة مشركة في البحث المتعلق بالاقتصاد بالإضافة إلى طبعا ما نقدم نحن من الصناديق العربية وبالإضافة إلى ما يقدموا إخواني بالصندوق واحنا كلياتنا فريق واحد مبروك لإماس 25 سنة على التأسيس أقبال المئة السنة وإن شاء الله احتفالنا السنة الجاي بالقدس المحررة عاصمة دولتنا الفلسطينية اشتركوا في القناة